السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب بكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع الله تقول عافية فيديو جديد ومقارنة بين معالجات إنتوا اخترتوها كيف اخترتوها تكتبوا بالتعليقات لو سمحت أخي سيزار اعملين مثلا مقارنة بين المعالج الفلاني والمعالج الفلاني فيعني هاي الطريقة الوحيدة اكتب بالتعليقات لو سمحت دخلنا بالشهر السابع إخواني في فلسطين في غزة والقتل مستمر القصف مستمر التهجير مستمر الاستباح مستمر تحقير للناس مستمر وتطنيش العالم كله مستمر يعني تخيلوا دولة وحدة أو دولة يسميها اللي هي إسرائيل لا سألي عنها كعرب ولا كمسلمين ولا حتى كعالم أنا بعرف إن هذا كلامي ما راح يغير إشي بس على قل إحنا الشباب بسه وممكن نتزوج وحيكون عنا أولاد نعلم أولادنا إنه ما راح يمشي هذا العالم إلا بالقوة القوة فعليا بس وكيف يكون عنا قوة إيش نسوي أنا برأيي بالأصل قوة الإيمان هي الأساس هاي أهل غزة اللي هم صامدين لليوم اللي صمدهم مش السلاح ولا الدعم ولا حد دعمه ولا إشي قوة الإيمان لازم نرجع لرب العالمين نستغفره ونتوب إله على أعمالنا السيئة اللي خلتنا بمواقف زي هاي المواقف اليوم والله أنا هايك بشوف هذا رأي يا أخوانا إذا مش عاجبكو رأي عادي حرين أنا بديحكي رأيي بس أنا بشوف إنه الإشي الأساسي اللي لازم نعمله ونترجع لأنه هو الداعم الأساسي وهو الداعم الأوحد إني يا رب قوينا يا رب يا رب علمنا يا رب خلينا رجال غيريك ما رحل فعل لأنه الصحابة لا كان عندهم سلاح ولا كان عندهم جيوش كبيرة لا لما بلشوا بلش بقوة الإيمان الإيمان بالله لأنه رب العالمين هو الذي ينصر لو عندك كل أسلحة الدنيا لأنه عادي ممكن يكون عندك فلوس كثير وجيوش كبيرة وأسلحة أو ناو أو الحكي الفاضي كله هذا لكن تقدرش تسوي أي إشي في حدا أقوى منك لكن إذا ربنا معاك ما في حدا أقوى منك الله يهدينا الله يهدينا و الله ينصرهم رجال غزة الله ينصرهم اليوم معنا معالجين الدايمان سيتي 8300 ومعارج سناب دراجون 7 الجيل الثالث المفروض هدول المعالجين بنشوفهم بأجهزة متوسطة يعني ما بتشوف هدول المعالجين بأجهزة فلاكشيب ما بزبط لا يعتبروا فلاكشيب لذلك المقارنة المفروضة فيها محاباة إنه بتدعم شركة على شركة تمام فتعالوا نشوف أول إشي الستركتشر تبع كل المعالج كيف مبنيين هدول المعالجات ممكن نصير هيك نستوعب بعدين كيف حال الأداء حيكون معالج الدايمان سيتي عنده ثمان أنوية النوار الرئيسية وهي المهمة كورتكس الأي 715 ولكن التردد تبعها 3.35% جيجاهرتز تردد عالي جدا بعدين بيجي عنده ثلاث أنوية من نفس الأركتكتر الكورتكس الأي 715 بس بينزلوا التردد شوي بصير 3.2 جيجاهرتز وظل عنا أربع أنوية من الفئة الاقتصادية الكورتكس الأي 510 التردد 2.2 جيجاهرتز هيك تشكيلة هذا المعالج وواضح من هاي التشكيلة حيكون عنا أداء عالي وهذا اللي رح تأخذه أداء عالي سناب دراجون سبعة الجيل الثالث أيضا ثمان أنوية أنوار الرئيسية الكورتكس الأي 715 بس إيش التردد تبعها 2.63 جيجاهرتز فرق كبير عن النوار الرئيسي تبعت مين الدايمين سيتي أيضا عنده ثلاث أنوية من الكورتكس الأي 715 لكن التردد 2.4 جيجاهرتز قارنها بالمعالج الدايمين سيتي التردد عندهم 3.2 جيجاهرتز في فرق كبير وهاي الأرقام تفرق بالأداء يا أخوان مع أنه سحب الطاقة عند المعالجين تقريبا 6 واط لكل المعالجين الدايمين سيتي 5.8 واط فهذا بصراحة بيعطيك انطباع أوكي إذا بسحبه نفس الطاقة بس هذا أداء أعلى هذا شيء ممتاز ليش ممتاز؟ يعني البطارية حتدوم أكثر على هذا الجهاز الناس بتخاف أنه لما يكون أداء عالي وتردد النواة عالي يعني حيكون حرارة عالية ممكن أكيد ولكن سحب البطارية حيكون مجنون سحب البطارية معقول على الدايمين سيتي نوعا ما نكمل على سناب دراجون عنده أربع عنوية اقتصادية برضو الكورتيكس الأي خمسمية وعشرة بس شوفوا كم التردد 1.8 جيجا هرتز فرق صح كلا المعالجين مبني بمعمرية الأربع عنوية متر وكلا المعالجين تم بناؤهم في مصنع تي اس ام سي التايواني فكا تعرفنا على المعالجات تعالوا نروح على موقع نانو ريفيو نشوف أول فحوصات عملها إيش طلعنا نتائج وأرقاب في فحص أداء السي بيو سناب دراجون حصل على 51 نقطة ودايمين سيتي حصل على 68 نقطة واضح أداء أعلى للدايمين سيتي في فحص أداء الألعاب أعطنا أرقام غير سناب دراجون حصل على 67 نقطة دايمين سيتي حصل على 98 نقطة فمحبي الألعاب رح يتوجهوا للدايمين سيتي لأنه الأداء الرائع في فحص البطارية كلا المعالجين حصلوا على 91 نقطة مما يدل أن الصرف البطاري وصرف الطاقة متساوي عند الجهتين وهذا بيعطي أدفانتج لمين للديمون سيتي إنه لو راح تأخذ أداء عالي بس صحب الطاقة لسته يعني مستقر ونوعا ما كويس طب النتيجة نهاية على هذا الموقع سناب دراجون بأخذ 64 نقطة أما الديمون سيتي بأخذ 84 نقطة ففوز ساحق للديمون سيتي نروح على موقع الـ AN2210 ونشوف النتائج اللي طلعب فيها مع هذول المعالجين سناب دراجون حصل على 866863 نقطة الديمون سيتي حصل على مليون 373164 نقطة نروح على الـ Geek Bench 6 سناب دراجون حصل في Single Core Test على 1139 نقطة أما المولتي كور تيست حصل على 3375 نقطة تمام أما الديمون سيتي حصل على 1505 بالـ Single Core يعني بزيادة 32% بالمولتي كورز حصل على 4829 نقطة بزيادة 43% عن سناب دراجون فبرضو الأداء خرافي للديمون سيتي رح تقولي ليش ما استخدم سناب دراجون سابعة بلس الجيلة الثالث حقولك طب ما هو فيه برضو دايمون سيتي 8300 بلس أو ألترا فما في داعي يعني خلص خلينا هنا كويسين نروح على موضوع الذاكرة بس نقطة سريعة سناب دراجون بيدعم تردد ذاكرة 3200 ميجا هيرتز أما الديمون سيتي بيدعم تردد ذاكرة 4200 ميجا هيرتز والباندويدث أكبر تقريبا 68 جيجا مع الديمون سيتي لذلك حتى بأداء الذاكرة والسعات الأفضلية لديمون سيتي والمناسبة هو بيدعم الـ UFS 4.0 اللي هو الذاكرة ساعة تخزينية بينما سناب دراجون بدعم 3.1 UFS ففي فرق بالنسبة للكونيكشن والداولود والأبلود برضو الأفضلية لديمون سيتي بيدعم لحتى 7000 ميجا بايت بير سيكن ففي فرق كبير نتيجة نهائية كل الأرقام في صالح دايمون سيتي الإشي الوحيد اللي بقدر أقولكم يعني من تجربة إنه الحرارة ممكن تحس بحرارة أكثر من سناب دراجون لأنه سناب دراجون مخفض التردد فالحرارة حتطول لحتى توصل لمستوى عالي أما دايمون سيتي ممكن بسرعة يوصل للحرارة العالية لكن أعتقد أنه هو الأفضل هو الأفضل وهذا اختياري اكتبوا لي شو بتحبوا أعمل عن معالجات أخرى بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء